مجلس النواب ومعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في الاتحاد البرلماني الدولي حيث شاركت معاليها بوصفها عضوا في اللجنة أكدت رئيسة مجلس النواب أن البرلمانات مطالبة بالنظر في التشعاعات والقوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تحديثها وتطويرها خصوصا مع تعدد الأسليب والطرق التي تهدد السلم والأمن الدوليين أشارت معاليها إلى أن ظواهر الإرهاب والعنف والتطرف تعد من الجرائم العابرة للحدود الأمر الذي يدعو لمزيد من التعاون والتنسيق بين الدول